تحية طيبة عزائي مشاهدين ومتابعين فضائية العراق التربوية عزائي طلبت الصف السادس العلمي درسنا لليوم هو التكاثر في الرواشح الفيروسات علما أن تطرقنا من ضمن الفصل الثالث فصل التكاثر علما أن تطرقنا في الدرس السابق إلى عملية تكوين البيوض وعملية تكوين النطف أيضا وعملية تكوين البيوض التي كانت تحدث داخل مبيض أنثى الإنسان ننتقل عزائي الطلبة إلى التكاثر في الفيروسات ونلاحظ أن الفيروسات بصورة عامة هي عبارة عن كائنات صغيرة الحاجم لا يمكن رؤيتها إلا باستخدام المجهر الإلكتروني وهي تمثل حلقة وصل بين الكائنات الحية وغير الحية إذن عزائي الطلبة الفيروسات أو الرواشح هي كائنات متناهية في الصغر ولا يمكن رؤيتها إلا بواسطة المجهر الإلكتروني وإنها تمثل حلقة وصل بين الكائنات الحية وغير الحية وهي من مسببات أمراض كثيرة في الحيوانات والنباتات المختلفة نلاحظ أيضا أعزائي الطلبة أنه لدينا بعض التعاليل وهي تعليل تعتبر الفيروسات حلقة وصل بين الكائنات الحية وغير الحية الجواب لأنها لا تستطيع أن تعيش بصورة مستقلة أيضا تعليل آخر أعزائي الطلبة تفقد الفيروسات قدرتها على التكاثر والنمو خارج الكائنات الحية أو بصيغة أخرى لا تستطيع الفيروسات التكاثر والنمو خارج الخلايا الحية جوابه هو واحد كونها لا تمتلك القابلية على البقاء بصورة مستقلة لعدم امتلاكها العضيات الخلوية بضمنها الأجهزة الإنزيمية الضرورية للتنفس وبناء البروتين وتضاعف الحامض النووي إذن أعزائي الطلبة لا تمتلك الفيروسات البقاء بصورة مستقلة هذا أيضا تعليل وذلك بسبب عدم امتلاكها الأجهزة الإنزيمية لعدم امتلاكها العضيات الخلوية عفوا بضمنها الأجهزة الإنزيمية الضرورية للتنفس وبناء البروتين وتضاعف الحامض النووي طبعا التكاثر أعزائي الطلبة في الرواشح أو الفيروسات هو يحدث بدورتين هناك نوع خاص من الرواشح وهو ما يعرف بالبلعم البكتيري يهاجم نوع خاص من البكتيريا التي تعرف ببكتيريا القولون هذه تحدث ضمن دورتين الدورة الأولى هي دورة التحلل وفيها خمسة مراحل أما الدورة الثانية فهي دورة التحلل والإنتاج وتمتلك مرحلة واحدة تدعى بمرحلة التكامل أما بالنسبة للمراحل التي تعود لدورة التحلل اللي هي الدورة الأولى هي مرحلة الاتصال ومرحلة الاختراق ومرحلة التكاثر ومرحلة الإنضاج ثم مرحلة التحرر إذن أعزائي الطلبة التكاثر في الفيروسات التي تهاجم بكتيريا القولون طبعاً اسم الفيروس الذي يهاجم بكتيريا القولون هو البلعم البكتيري يحصل هذا التكاثر من خلال دورتين متداخلتين أولهما دورة التحلل والثانية تعتبر هي دورة التحلل والإنتاج وكالآتي ننتقل أعزائي الطلبة إلى كيف تحدث الدورة الأولى دورة التحلل وما هي مراحلها نلاحظ أعزائي الطلبة أن هنا دورة التحلل وتشمل أولاً مرحلة الاتصال أول مرحلة أعزائي الطلبة في دورة التحلل التي تمثل الدورة الأولى في تكاثر الرواشح الفيروسات هي مرحلة الاتصال فماذا يحدث في مرحلة الاتصال؟ نلاحظ أن في هذه المرحلة يقترب الفيروس من الخلية البكتيرية وعندما يصبح بتماس معها تلتصق الألياف الموجودة في ذنب الفيروس بمواقع خاصة على الجدار الخلوي المضيف للخلية البكتيرية إذن مرحلة الاتصال عزيز الطالب هنا يقترب البلعم البكتيري وهو اسم الفيروس الذي يصيب بكتيريا القولون من جسم البكتيريا اللي هي بكتيريا القولون وعندما يصبح بتماس معه هنا تلتصق ألياف الذنب اللي موجودة فيه الذنب بمواقع معينة على جدار البكتيريا المرحلة الثانية عزيز الطالب تعرف بمرحلة الاختراق ماذا نقصد بمرحلة الاختراق؟ هو أنه هنا سوف يتم اختراق جسم البكتيريا لكن بداية وقبل إحداث أي تغيير في جدار جسم البكتيريا هناك يفرز إنزيم من ذنب الفيروس له المقدرة على إضعاف الروابط الكيميائية في جدار الخلية عند منطقة الالتصاق ومن ثم يتم تكوين ثقب يدخل من خلاله دي أن أي الفيروس إلى داخل المضيف إذن بداية عزيز الطالب بالنسبة للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الاختراق من اسمها مرحلة الاختراق هنا سوف يخترق شيء من جسم الفيروس جسم الخلية البكتيرية اللي هي الخلية المضيفة فلاخذ إحنا حتى يحدث هذا الشيء يجب إضعاف الروابط الكيميائية في جدار الخلية البكتيرية وهذه لا تضعف إلا بإفراز إنزيم من ذنب الفيروس يعمل على إضعاف الروابط الكيميائية أولا في جدار خلية البكتيرية ومن ثم يحدث ثقب ومن خلال هذا الثقب سوف يدخل دي أن أي الفيروس إلى داخل جسم البكتيرية ننتقل عزيز الطلبة إلى المرحلة الثالثة مرحلة التخليق أو البناء في هذه المرحلة حالة دخول دي أن أي الفيروس يبدأ باستنساخ ماسنجر آر أن أي الفيروس اللازم لبناء إنزيمات تحليل دي أن أي وماسنجر آر أن أي البكتيرية ومن ثم تصبح الآلية البكتيرية للتكوين البروتين وإنتاج الطاقة تحت سيطرة الحامض النووي الرايبي منقوص الأكسجين اللي هو دي أن أي الفيروس ثم توجه المعلومات الوراثية بعد ذلك لبناء وتكوين الأحماض النووي وبناء البروتينات توجه التعليمات الوراثية من الحامض النووي اللي هو دي أن أي الفيروس إلى المضيف لتكوين حامض نووي وبروتينات جديدة للفيروس إذن أعزاء الطلبة هذه المرحلة هنا مرحلة التخليق عندما يدخل دي أن أي الفيروس إلى داخل جسم البكتيريا هنا سوف يؤدي إلى تكوين ماسنجر آر أن أي الفيروس والذي بدوره يكون إنزيم من أجل تحليل دي أن أي البكتيريا وماسنجر آر أن أي البكتيريا إذن تصبح الهيمنة داخل جسم البكتيريا والسيطرة في إنتاج الطاقة وبناء البروتينات كلها تحت سيطرة دي أن أي الفيروس وبالنسبة لبعد ذلك ستوجه التعليمات الوراثية من الحامض النووي دي أن أي الفيروس إلى المضيف إلى خلية البكتيريا لتكوين حامض نووي وبروتينات وتكوينات بروتينات جديدة للفيروس ننتقل أعزائي الطلب إلى مرحلة الإنضاج التي هي المرحلة الرابعة مرحلة الإنضاج هنا تنتظم جزيئات البروتين ولتكوين أغطية بروتينية حول جزيئات الحامض النووي للفيروس ويكون تقريبا من 100 إلى 200 فيروس جديد المرحلة الأخيرة أعزائي الطلبة ضمن دورة التحلل هي مرحلة التحرر هنا في هذه المرحلة تقود الفيروسات المتكونة إلى تحلل الخلية البكتيرية المضيفة وتحرر الفيروسات لتصيب بكتيرية أخرى غير مصابة وتستغرق هذه العملية ما يقارب 25 دقيقة وبمرور الوقت تكون البلاعم البكتيرية التي تعرف باسم آكلات البكتيرية قد قضت على تجمع كبير من البكتيرية ننتقل أعزائي الطلبة إلى الدورة الثانية ضمن تكاثر الفيروسات التي تعرف بدورة التحلل والإنتاج والتي تشمل مرحلة واحدة هي مرحلة التكامل دورة التحلل والإنتاج أعزائي الطلبة هي الدورة الثانية ضمن تكاثر الفيروسات التي تصيب نوع خاص من البكتيرية اللي هي بكتيريا القولون حيث يتم بما يعرف بمرحلة التكامل إذن المرحلة الوحيدة ضمن دورة التحلل والإنتاج هي مرحلة التكامل التي يتم فيها اندماج الحامض النووي الفيروسي الـ DNA مع الحامض النووي البكتيري أيضا الـ DNA الفيروس مع DNA البكتيريا بدون أن يحصل تحطم لـ DNA البكتيريا وعندئذ يسمى DNA الفيروس باسم البلعام الأولي ويحصل هنا تضاعفا لـ DNA الراشح مع تكاثر البكتيريا إذن أعزاء الطلبة دورة التحلل والإنتاج هي تمثل الدورة الثانية من تكاثر الفيروسات التي تصيب بكتيريا القولون هذه الدورة تحدث من مرحلة واحدة هي مرحلة التكامل تعرف مرحلة التكامل بأنها اندماج لـ DNA الفيروس مع DNA البكتيريا دون حدوث تحطم لـ DNA البكتيريا وهنا يطلق على DNA الفيروس باسم البلعام الأولي وفي هذه المرحلة سوف تؤدي إلى تضاعف DNA الراشح وتكاثر البكتيريا ننتقل أعزاء الطلبة إلى البلعام الأولي ما هو تعريف البلعام الأولي يطلق هذا الاسم على DNA الفيروس عندما يتم اندماجه مع DNA البكتيريا دون حدوث تحطم لـ DNA البكتيريا وذلك في مرحلة التكامل في دورة التحلل والإنتاج حيث يحصل تضاعف DNA الراشح مع تكاثر البكتيريا ننتقل أعزائي الطلبة ونعود بكم إلى الرسم طبعا هذا الرسم هو اللي يبين دورة التحلل ودورة التحلل والإنتاج وهذا الرسم مهم جدا نلاحظ أعزائي الطلبة هذه هي دورة التحلل طبعا دورة التحلل عزيزي الطالب هي خمسة مراحل ودورة التحلل والإنتاج تشمل مرحلة واحدة فقط نلاحظ أنه المرحلة الأولى لاحظ عزيزي الطالب كيف أنه البلعم الفيروس كيف يقترب من جسم العفو من البكتيريا هنا اقترب الفيروس من البكتيريا لاحظ هنا مرحلة الاتصال هذه المرحلة الأولى ضمن دورة التحلل نلاحظ هنا موجودة ألياف الموجودة في ذنب الفيروس اللي عن طريقها رح يلتصق الفيروس على سطح البكتيريا المرحلة الثانية عزيزي الطلبة هي مرحلة الاختراق نلاحظ هنا تم اختراق البكتيريا من قبل الفيروس وفي هذه المرحلة طبعا رح يتم إضعاف الروابط الكيميائية في جدار البكتيريا عن طريق الإنزيم المفرز من ذنب الفيروس ومن ثم إحداث ثقب من خلال هذا الثقب رح يتم دخول دي أن أي الفيروس اللي موجود هنا في منطقة الرأس ويحقن إلى داخل البكتيريا وفي حالة دخول دي أن أي الفيروس إلى داخل البكتيريا ننتقل إلى مرحلة البناء نلاحظ هنا أنه في حالة دخول دي أن أي الفيروس إلى داخل البكتيريا سوف يؤدي إلى تكوين ماسنجر آر أن أي الفيروس والذي يؤدي بتكوين أيضا إنزيم يحلل دي أن أي وماسنجر آر أن أي البكتيريا وتصبح السيطرة داخل البكتيريا كلها لدي أن أي الفيروس الذي يوجه فيما بعد المعلومات الوراثية لجسم الخلية التي تعتبر المضيف للفيروس لبناء البروتينات وبناء الأحماض النووية ننتقل أيضا بعدها نلاحظ عزيزة طالب هنا مرحلة الأنضاج هنا سوف تترتب البروتينات لتكوين أغطية حول الأحماض النووية التي سبق وإن تكونت في مرحلة البناء لتكوين من 100 إلى 200 من الفيروسات ومرحلة التحرر هنا سوف يحدث طبعا شق في جدار البكتيريا وتنتشر الفيروسات التي سبق وإن تكونت في مرحلة الأنضاج والتي عددها من 100 إلى 200 فيروس وهذه العملية عملية انتشارها وإصابتها بكتيريا أخرى غير مصابة تستغرق تقريبا 25 دقيقة طبعا الدورة الأخرى هي دورة الإنتاج والتحلل هي تشمل مرحلة التكامل فقط وهذه المرحلة هي الوحيدة ضمن دورة الإنتاج والتحلل وهنا سوف يندمج دي أن أي الفيروس مع دي أن أي البكتيريا دون حدوث تحطم لدي أن أي البكتيريا ويطلق على دي أن أي الفيروس هنا بالبلعم الأولي وفي هذه المرحلة يحدث تضاعف لدي أن أي الفيروس وتكاثر البكتيريا دون حدوث أي ضرر للبكتيريا إذن أعزائي الطلبة هنا نرجع ونؤكد على المراحل نؤكد على المراحل الخمسة لأنها مهمة جدا وأيضا نؤكد على دورة وتعريف دورة التحلل والإنتاج وتعريف البلعم الأولي إلى هنا أعزائي الطلبة ننهي درسنا لهذا اليوم آملين اللقاء بكم في درس جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر